الرئيس الجزائري شدد على ضرورة تصور حلول شاملة تضمن تحقيق الاستقرار والتنمية في الدول المصدرة للمهاجرين إلى جانب حشد مزيد من التمويلات لتنفيذ مشاريع اجتماعية واقتصادية لا ريب في أننا سنشهد استفحال هذه الظاهرة مستقبلا إذا لم يتم اتخاذ التدابير اللازمة وتنفيذها في الوقت المناسب ثم إن المعالجة الأمنية لملف الهجرة وإن كانت تستجيب للضرورة الملحة للحفاظ على النظام العام ومكافحة شبكات التهريب والاتجار بالبشر فهي لا تساهم بشكل مستدام في معالجة هذه الظاهرة من الضروري تصور حلول شاملة تضمن تحقيق الاستقرار ومن هذا المنطلق يتعين أن يولي التعاون بين الشمال والجنوب مكانة همة لتقديم المساعدة والدعم إلى دول الجنوب لسيما من خلال رفع مستوى المساهمات المقدمة إلى هذه الدول في مجالات التنمية لذا تدعو الجزائر إلى حشد المزيد من التمويل بما في ذلك من خلال أدوات الاتحاد الأوروبي للتعاون الدولي والتنمية من أجل تنفيذ المشاريع الاجتماعية والاقتصادية وإعادة الإدماج وفق رزنامة زمنية محددة